حكي بسيط موضع إيش يعني الانتقاء الطبيعي؟ الانتقاء الطبيعي هو واحد من المفاهيم الرئيسية الموجودة في نظرية التطور ولحتى نفهم بالضبط إيش هو الانتقاء الطبيعي وليش هو عن جد مهم خلونا بالأول نروح لمفهومين مهمين تانين الانحدار بتعديل والانحدار من أصل مشترك الانحدار بتعديل هي الحقيقة الملموسة اللي بتعني إنه لما بنجيب أبو أم أطفال فرح يكون شكل هدول الولاد وسلوكهم بيختلف شوي عن أبوهم وأمهم وكمان بيختلف شوي عن بعضهم هذا هو انحدار أطفال من والديهم مع تعديل في المواصفات والفروقات اللي منلاحظها في النسل جزء منها نتيجة الطفرات اللي بتحدث للجينات عشوائيا بالنسبة للانحدار من أصل مشترك فمعناته إنه كل الكائنات الحية على الأرض متقاربة وإنها بالأساس انحدرت من أصل مشترك من خلال عملية الانحدار بتعديل التدريجية وعلى مرأة جيال كتيرة نوع واحد من الكائنات يعتقد إنه هو الأصل وسبب وجود كل الكائنات الحية اللي منشوفها اليوم وفي السجل للأحفوري على كل اشتراك الكائنات الحية على الأرض بأصل واحد هو مش حقيقة من المسهة مباشرة وإحنا بالحقيقة ما في عنا وسيل نعود من خلالها في الزمن لورا ونشوفها الحية وهي عم بتسير وبالتالي فالأصل المشترك هو استنتاج مبني على كم هائل من الأدلة والحقائق حقائق منشوفها في علوم الأحافير وعلوم الجينات وعلوم التشريح المقارن وفي الرياضيات وعلوم الكيمياء الحيوية وعلوم التوزيع الجغرافي لأنواع الكائنات الحية على الأرض وبسبب انتشار أدلة واضحة على وجود أصل مشترك للحياة فالإنسان بدأ يفكر بالموضوع من زمان ومن عصور كتير قديمة رغم أنها كانت مرفوضة تماما من الفلاسفة والعلماء لسبب واحد رئيسي هو أنه مش ممكن تكون الفوضى العشوائية لحالها المسؤولة عن كل هذا النظام وكل هذا التعقيد الأجسام والسلوكيات الخاصة بالكائنات الحية معقدة كتير ومنظمة حسب بيئتها أما الانحدار ووجود تعديل في المواصفات فهو بينتش ببساطة تنوع عشوائي على مر التاريخ ما فسر حدا كيف بإمكان أشكال الحياة المعقدة تنتج من أشكال أبسط من خلال الانحدار مع التعديل العشوائي لحد ما إجا تشالز داروين واكتشف عملية الانتقاء الطبيعي تاز داروين اللي عاش من عام 1809 حتى عام 1882 كان عالم طبيعة بدرس الطبيعة والكائنات الحية في بداية عمله بهالمهنة سافر داروين بسفينة عبر البحار ولف العالم وفي هالرحلة الشاسعة والطويلة جمع ووثق مختلف أنواع النبات والحيوان والحشرات اللي كان يلاقيها برحلته خلال رحلاته اكتم داروين كتير بفكرة الأصل المشترك خصوصا بعد ما لاحظ أنه بكل جزيرة زارها لحيوانات فريدة من نوعها مش موجودة بجزيرة تانية أو بمكان تاني ومع ذلك لاحظ أنهم بتصرفوا بيشبهوا كتير أكتر الكائنات الحية اللي بتعيش بالقارات المحيطة والقريبة من مكان وجودهم السلاحف اللي بتعيش في جزر القلاباكوس ممكن تمييزها بسبب اختلافها الكبير عن السلاحف اللي بتعيش في إفريقيا على سبيل المثال بس بنفس الوقت ومع إهمال الحجم فسلاحف جزر القلاباكوس بتشبه كتير اللي بتعيش بقارة جنوب أمريكا القريبة من جزر القلاباكوس داروين آمن إنه هالتشابهات سببها وجود أصل مشترك لهاي السلاحف من زمن بعيد ممكن تكون عاصفة ضربة الأرض اللي كانت تعيش فيها أصول هاي السلاحف وأدت إلى انجراف بعد هاي السلاحف على بقايا حطام العاصفة إلى جزر قريبة منها وبمجرد ما وصلت واستقرت بدت تضع بيضها تغيرات العشوائية اللي بتسببها عملية الانحدار بتعديل وعلى مر ألاف السنين أدت في النهاية لتغيرات جذرية اختلفت بسبب السلاحف في الجزيرة الجديدة عن اللساتة في الأرض الأصلية لدرجة إنهم ما عادوا يصنفوا علميا إنهم من نفس النوع داروين شاف إنه هاي الفكرة منطقية جدا لكنه ظل في إشي محيره فالسلاحف اللي اكتشفها بسفراته للجزر ما كانت مختلفة بطريقة عشوائية عن السلاحف الموجودة في الأرض الأصلية اللي انجرفوا منها بالعكس لاحظ إنها اختلافات ملائمة تماما لبيئة الجزيرة اللي صارت تعيش فيها غلاباكوس هي مجموعة جزر مكونة من 18 جزيرة وكتير منها تعتبر مسكن للسلاحف الجزر الأكبر فيها مجال أوسع لنمو العشوب والنباتات السلاحف هناك بتنمو حتى توصل لأوزان ثقيل جدا والصدفة على ظهرها مقببت الشكل الجزر الصغيرة ما كانت قادرة على توفير عشو بكفاية فبتنجبر السلاحف إنها تاكل نبات الصبار والوجبات المنيحة والدسمة موجودة دايما بس بأعلى نبتة الصبار ولكن السلاحف اللي بتعيش بهاي الجزيرة مجهز بأرجل أمامية أطول والصدف اللي بتغطيها شكلها مثل سراج اللحصان وهو اللي بسمح لامتداد رأبات السلاحف لحد ما توصل بسهولة لطعامه وقد بدأ الأمر لداروين وكأنه هذه الحيوانات قد تمنحتها حتى تتلائم بشكل مثالي مع بيئتها اللي بتعيش فيها كيف صارت عملية هالنحت؟ عملية الانحدار مع تعديل في المواصفات عشوائية ومش ممكن تكون لحالها المسؤولة عن هذا الموضوع داروين صار يركز على المعلومات المتوفرة عنده والخاصة بالتربية الانتقائية حتى يجاوب على هالسؤال لألاف الاسنين من تعامل المزارعين مع الحيوانات والنباتات البرية ومن عملية التربية الانتقائية لهالحيوانات والنباتات قدروا إنهم يقوموا بنحت الأشكال الأصلية وتحويلها إلى أشكال محلية بتناسب الإنسان أكتر من نواحي الاستهلاك والاستعمال عملية بطيئة بس هي بسيطة إذا كانت نبتة واحدة قادرة على إنتاج ميت بذرة فأغلبها رح ينمو بيشبه الأهل والقليل منها رح ينمو مواصفات مختلفة بعض الاختلافات بالمواصفات يمكن ما تكون مرغوبة حجم أصغر، مرارة في الطعم، قابلية للمرض، وهلوم مجرة اختلافات أخرى يمكن تكون مرغوبة أكتر أوراق أدخن على سبيل المثال وإلها طعم أطيب إذا المزارع زرع أحسن النباتات وسمح لها تتكاثر تغيرات إيجابية صغيرة مثل هاي قادر إنها تضيف على نفسها وعلى مر الأجيال لحد ما ينتج عنها خضروات عالية المواصفات ممكن تكون مفاجأة إلنا إذا إحنا عرفنا أنه البروكلي والأرنبيط والليفت واللي بيسموه براعم بروكسل والملفوف كلها إجت من نوع واحد من العشاب والموجودة على شواطئ قناة المانش واللي هي جزء من المحيط الأطلسي تطور هاي النبت الأم والأصل لكل هالأنواع المختلفة من النباتات اللي منشوفها اليوم حصلت بحرص كبير من مزارعين بجميع أنحاء العالم وكل اللي عملوه حقيقة هو اختيار مواصفات الكائنات الحية اللي بيزرعوها وبيربوها على فكرة هون في مسألة مهمة كتير هي أنه المزارعين ما خلقوا أي شي لأنه عملية الانحدار مع تعديل العشوائية هي اللي بتخلق إنها كائنات حية بمواصفات جديدة واللي بيعملوا المزارع ببساطة هو أنه يختار مين يظل يتكاثر ومين لا داروين استنتج أنه الطبيعة نفسها قادر إنها تختار يمكن ما عنده مخت تفكر فيه مثل المزارعين بس بتظلها الطبيعة مكان خطير لأي كأن حيبعيش فيها عندنا جراثيم قادر إنها تقتلنا حيوانات مفترسة قادر إنها تاكلنا ممكن برضو نموت نتيجة تعرضنا لإنهاك من شمس حامية أو نتيجة التجمد من البرد لما بيخلف أب وأمه ولاد جداد بأشكال مختلفة فالطبيعة هون ولمجرد صعوبة العيش فيها بتحدد مين من هاي الأنواع المختلفة راح تضل وتعيش وتتكاثر ومين منها راح ينقرد على مر الأجيال منلاحظ إنه هاي الكائنات الحية بتصير قادرة أكتر وأكتر على العيش والتكاثر بطريقة بتناسب بيئتها داروين سمى هاي العملية بالانتقاء الطبيعي من يوم ما منحنا داروين هذا الاكتشاف بنص القرن التاسع عشر والعلماء عم بيدرسوا الانتقاء الطبيعي وبشهدوا هو بيحصل معهم في الطبيعة وفي المختبرات يعني الإش اللي بدأ مجرد فكرة صار اليوم حقيقة ملموسة اكتشاف داروين وسع مجال فهمنا للعلم والعالم الطبيعي وودانا لاكتشافات علمية تانية كتير كتير واللي سمح للعلماء في النهاية انهم ياخدوا بعين الاعتبار وبجدية فكرة وجود أصل مشترك لنا كلنا وحتى نلخص الموضوع نسأل بداية ايش يعني بالضبط الانتقاء الطبيعي؟ الانتقاء الطبيعي هو العملية اللي بتختار من خلال هالطبيعة من اللي بضل من التنوعات العشوائية الناجع عن التطور بطريقة ثابتة منظمة وغير عشوائية من خلال عملية الانحدار مع تعديل بتظهر عنا باستمرار كائنات حية بمواصفات جديدة بعد هيك بتقوم الطبيعة بحذر باختيار اللي رح يضل من هاي المواصفات حتى يورثوا الجيل اللي بعده التغيرات الإيجابية بتضل وبتضيف على نفسها على مر الأجيال أما التغيرات السلبية فبتمنى فيها بسرعة مع استمرار هاي العملية البسيطة منشوف الطبيعة معنو ما إلها عائل بفكر قادرة تنتج كائنات حية معقدة بشكل عجيب وغاية في الجمال كان معكم زيد غصيب عن الانتقاء الطبيعي بحكي بسيط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة